بالتأكيد ده التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب واللي شفناها على مدار التمن سنين اللي فاتوا واللي بالتأكيد دفع تمنها كل بيت مصري كان فيه شهيد ربنا يرحم شهدائنا جميعا لكن اليوم لا تحقيق لتنمية المستدامة والحق ويمكن حتى ما كناش نقدر نتكلم على تنمية مستدامة أو يعني اقتصاد أو صناعات مصرية وتطوير في الصناعات المصرية إلا بمكافحة الإرهاب فهي تجربة الحقيقة رائدة بالنسبة لكل دول العربية تجربة المصرية في مكافحة الإرهاب خلال نروح مع حضرتكم دلوقتي نسمع جزء آخر من كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية ويعني ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى كما أسميها اليوم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي القضية الفلسطينية التي طالما التزمت الدولة المصرية بدورها في هذه القضية واسمحوا لي في هذا من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرف القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدفنا المنشودة سوى منطقة الأكثر استقراراً والزهاراً أولاً لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعات الشرعية الدولية ذات السلة وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية ويعدد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من أمال ومن هنا فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة ليس فقط لإحياء مصار عملية السلام بل لنصل به هذه المرة إلى حل النهائيين لا رجعت فيه يكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر